أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن القصص القرآني مليء بالعبر مليء بالتربية وتهذيب النفوس فالقصة في القرآن لها مغزى عجيب فهي تتخلل إلى النفس لتربي النفس على طاعة الله لتربي النفس كيف تتعامل مع الخالق كيف تتعامل مع عباد الله إن إبراهيم كان أمة قصة سيدنا إبراهيم وحوار سيدنا إبراهيم مع والده وكيف أن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يتحاور مع والده الذي ينكر توحيد الله والذي يشرك بالله والذي يعبد الأصنام بل ويصنع الأصنام حوار يبين الأدب كيف يتعامل الإنسان مع من يخالفه يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا حوار يدل على رقة الأدب وكيف أن هذا النبي الكريم يتعامل مع والده يا أبتي كلمة تدل على العطف على الحنوك يخاطب والده يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا كيف تعبد صنما لا ينفع ولا يضر كيف تترك عبادة الله تبارك وتعالى وتلجأ إلى ما لجأ إليه قومك يا أبتي يرجع إلى حواره مرة ثانية في رقة وعطف إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية أدلك على طريق الحق أبين لك طريق التوحيد اتبعني واترك ما عليه قومك يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك وهذا تعبير بليغ هو يخاف على والده من عذاب جهنم يخاف عليه من عقاب الله وهذا شأن الولد الذي يرأف بوالده ولو كان مخالفا له في الاعتقاد لم يكن فضا غليظا لم يكن جافا قاسيا وإنما كان رقيق الطبع رقيق الحوار مهذب الكلام مع والده لو نظرنا إلى بيوتنا الآن هل يتعلم الشباب من حوار سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع والده كيف يكون أدب الحوار إننا نرى في بيوتنا عجبا ونسمع عجبا كم من أبناء يرفعون أصواتهم على آبائهم وكم من أبناء جفت طباعهم وقصت قلوبهم على آبائهم ألم يسمعوا إلى قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف لو كانت هناك كلمة أخف من هذه الكلمة لذكرها الكرآن الكريم ولكن الكرآن الكريم نبه بالأخف على الأشد إن كان الكرآن الكريم نهان أن يقول الرجل لوالديه أف وهي كلمة تدل على التضجر وعلى الضيق إن كان الكرآن نهان عن هذه الكلمة اليسيرة فكيف بالعظيمة كيف بالكلمات الشديدة التي نسمعها الإنسان لابد أن يعلم أن الآباء هم طريقنا إلى الله تبارك وتعالى هنيئا لمن كان له أب أو أم فأحسن إليهما وتعلم أدب الحوار معهم هنيئا لمن كان له أب أو أم على قيد الحياة فألان الكلام وأحسن المعاملة وبره وأفاض في عطاياه لأبيه وأمه حتى ينال رضى الله فرضى الله من رضى الوالدين ليتنا نتعلم من حوار سيدنا إبراهيم المهذب الرقيق كيف كان يتعامل مع والده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته